موسيقى في التحليلية من الميادين مخاطر تمدد الحرب في السودان واشتعالها في دارفور تزداد وطيرتها لماذا وما أهمية الإقليم الاستراتيجية ما تداعيات تمدد حرب السودان إلى دارفور ولماذا تفشل دعوات التهدئة ما الدوافع والآثار تجنيد القاصرين ذكورا وإناث من قبل قصد يذكر بأشبال الخلافة عند داعش أي خطر يهدد أطفال سوريا في ظل صمت المنظمات الدولية عن تجنيد القاصرين شمال شرق البلاد الاستخدام المكثف لشبكات التواصل الاجتماعي رفاهية وتقديل للذات أم أضرار على الصحة العقلية كيف يتحول قضاء وقت طويل على التطبيقات إلى خطر على صحة الأفراد ويقدم رؤية مشوهة للواقع تثير مشاعر الوحدة والعزلة وسوء التواصل وفي وثيقة اليوم السعودية وقطر تتصدران الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط لماذا يحظى الإنفاق العسكري بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لهذين البلدين الخليجيين وفي قضية اليوم أزمة تعثر المصارف تصل إلى فيرست ريب بابليك أي علاقة للديون الحكومية وما الارتدادات على النظامين المالي والاقتصادي تتزايد المخاوف من أن يتسبب صراع المستمر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بمزيد من التشرذون في السودان واحتمال انتقال الفوضى والخراب إلى المناطق والدول المجاورة ومن تلك الأماكن أقليم دارفور غرب السودان حيث تتزايد التحذيرات من إيقاظ النزاع في الأقليم الذي يشهد قبل نحو عقدين حربا طاحنة بين متمردين في الأقليم والجيش المدعوم من ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع معركة عنيفة يشهدها أقليم دارفور غرب السودان بدأت منذ أيام وهدأت نسبيا راح ضحيتها عشرات القتل ومئات الجرحة من جراء تعرض مدينة الجنينة لهجوم شارس أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المهاجمين من جهة وقبائل الجنينة أبرزها قبيلة المساليد من جهة أخرى إلى جانب قبيلتي الزغاوة والتامة الهيئة النقبية لأطباء ولاية غرب السودان ذكرت أن المدينة تعرضت لهجوم وحشي غير مسبوق كأشفة عن أزمة في المرافق الطبية وعدم القدرة على تقديم الخدمات وانعدام الأمن تماما دارفور تعود مجددا ساحة حرب في مشهد يعيد الذاكرة إلى نحو عقدين من الزمن مع ما يختزنه الإقليم من ثروات من جهة ومن قبائل عربية وأخرى أفريقية من جهة ثانية تداخلت جميعها آنذاك في إطار حسابات سياسية أفضت إلى معارك طاحنة تصدرتها الجنجويد التي انبثقت عنها قوات الدعم السريع والتي اتهم نظام البشير بتأسيسها بهدف السيطرة على زمام الأمور في غرب السودان واليوم تشير تصريحات قيادات الدعم السريع في دارفور بشكل غير مباشر إلى أن ما يجري هو امتداد للاهيب الحرب في الخرطوم تجدر الإشارة إلى أن مساحة أقليم دارفور تشكل تقريبا خمسة مساحة السودان عدد سكانه أكثر من تسعة ملايين نسمة ينضون إلى إطار عشرات القبائل الموزعة على عدد من الولايات التي تشبه نزاعات عرقية وهو ما يثير مخاوف من تأثر هذه المنطقة بالحرب القائمة بين الطرفين العسكريين في الخرطوم ومختلف أنحاء البلاد خاصة وأن دارفور تتميز بموقعها الجغرافية على حدود أربع دول هي ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ونفتح النقاش مع محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين نرحب بك قاسم اليوم ما هي مخاطر تمدد الحرب في السودان واشتعالها في دارفور أيضا هل تتخطى هذه الشرارات الحدود السودانية لتصل إلى الجوار؟ تمددت وبدأت العشرات القتلة بولايات هناك ولاية واحدة من ولايات دارفور هي شرق دارفور هادئة نسبيا لكن كل الولايات الباقية تشتعل فيها الحروب وأرضية خاصة للاشتعال بكل أحوال الحرب بدارفور لم تهدأ منذ 2003 عندما أدت إلى 300 ألف قتيل وملايين المشردين فقط بـ 2022 900 قتيل و3 ملايين مشردين نازحين جدد إلى الملاجئ هي لم تهدأ أبدا والسبب في ذلك أن هناك مصالح كبرى يعني عادة يؤخذ بشكل متسرع أن هناك قبائل وتعدد القبائل هذه المنطقة كانت سلطنة قديمة عريقة وحكيمة يعني الأعراف القبائلية هي حكيمة بالمطلق ولم تشهد نزاعات على مر تاريخها نزاعات مسلحة أو مجازر عندما تدخلت المصالح بالنسبة للأرض وبالنسبة للثروات والمصالح الخارجية خاصة الخليجية التي بدأت تستثمر في السودان ومصالح الدول الغربية للسيطرة على السودان منذ 2003 انفجرت ولم تهدأ حتى الآن ماذا يحدث في السودان اليوم وانعكاسه بدافور وكارتوفان ومناطق الأخرى هي هذه المصالح والتناقضات التي بدأتها الدول الغربية وخصصتها خصصت مصالحها لذلك تنفجر الحروب وتنفجر كل التناقضات وليس من المتوقع أن تهدأ بالمدى القريب رضا الباشا مراسل الميادين في حلب نسأل نرحب بك طبعا ونسأل في البداية عن وضع السوريين في السودان اليوم ما هو واقعهم وكيف ينعكس هذا الصراع عليهم نعم دينا فعلا السوريين في السودان عددهم بعشرات الألاف بعض الأرقام تتحدث عن 100 ألف أرقام أخرى تتحدث عن ما يزيد عن 200 ألف سوري متواجدين في السودان هذا العدد يعتبر عدد ضخم جدا الذين يتوصلون معنا من داخل السودان ويطالبون تحريك قضية السوريين في السودان من أجل إجلائهم خاصة وأن غالبيتهم يسكنون في مناطق الصراع ومناطق التي تدور فيها الصراع الدائر في السودان يسعون لإيصال الصوت بأن عملية الإجلاء ليست عملية سهلة نحن نتحدث عن ألف أو ألفين أو خمسة ألاف نحن نتحدث عن عشرات الألاف لذلك هذا الأمر يأملون بأن تفتح الحدود المصرية من أجل أن يلجأوا إليها في حال تمكنوا من ذلك ويطالبون بالتحرك ليس فقط على مستوى سوريا لأن هذا الأمر لربما يفوق طاقة دمشق ويفوق طاقة أي دولة أخرى في عملية إجلاء ما يقارب مئتي ألف مواطن لها في دولة تشهد صراع لذلك يأملون أن تكون الدول المحيطة في السودان أيضا متعاونة من خلال فتح الحدود ومن خلال فتح بوابات لكي يتمكن السوريون المتاجدون في السودان من الدخول إلى أراضي هذه الدول ويكونوا في مأمن من دائرة الصراع الدائر في هذا البلد طيب قاسم اليوم ما هي دلالات سرعة تحرك الدول لإجلاء رعاياها أيضا ماذا عن دور وتحرك الهيئات الدولية يعني أنا أعتبر أن ممكن المقارنة بتهولة بين هروب الدول من أفغانستان وهروبها يعني شمعت الخير بعد أن أججت وخربت وهيئت كل الأرضية للحروب وللمجازر من أجل نفس المصالح التي ذهبت إليها إلى أفغانستان وذهبت إليها في مناطق أخرى هذا الهروب يذكرنا ويجب أن يذكرنا بفشل وصفات الدول الغربية والمؤسسات الدولية التي تصف وصفة جاهزة تراعي مصالحها الخاصة المالية والاقتصادية والجيوسياسية والستراتيجية وتحضر بنفس الوقت إلى تفجير الحروب التي نشهدها وشاهدناها في أفغانستان ونشهدها اليوم في السودان في السودان بألفين وثلاثة عندما جرت أحداث دارفور بدأت تتدخل الاتفاق الدوحة بالألفين وثلاثة كان هناك سبع ثمان قبات مسلحة ميليشيات مسلحة مباشرة بعد الاتفاق الذي عقدت في الدوحة تحولت إلى تلاتين جبهة مسلحة لأن الهدف هو الصراع والاحتراب على المغانم والاحتراب على السلطة اليوم يوجد في السودان سبعة وثمانين حركة مسلحة أربعة وثمانين بدارفور وكلها نشأت وتطورت ونمت ونمت مصالحها وتسلحت بما يسمى الانتقال إلى الديمقراطية عبر القوات المسلحة من جهة الداعمة الخليجية بشكل خاص لمصالحها وعبر إشراف المنظمات الدولية والدول الغربية التي تراعي مصالحها بالدرجة الأولى على حساب تدمير السودان وتدمير شعب السودان وخراب المنطقة وإمكانية امتداد هذا الخراب إلى البحر الأحمر وأفريقيا سجلت منطقة الشرق الأوسط أو شرق الفرات عفا في سوريا تجنيد قرابة ألف قاصر في صفوف قصد منذ تأسيسها عام 2015 عمليات تجنيد الأطفال تتكفل بها منظمة الشبيبة الثورية التي سجلت زياد في نشاطها خلال أذار مارس ونيسان أبريل من العام الحالي ما دفع الأهالي إلى رفع الصوت مطالبين بمعرفة مصير أطفالهم من أشبال الخلافة إلى الشبيبة الثورية هكذا تختلف العناوين شرق الفرات تجنيد القاصرين من أطفال دون سن الخامسة عشر قاسم مشترك يجمع بين داعشة وقصد تشكل مخيمات النازحين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بيئة خصبة لتجنيد الأطفال أمام هذا الواقع يرتفع صوت الأهالي الباحثين عن أطفالهم المختطفين في الأيام العشرة الأخيرة من شهر نيسان أبريل الجاري اختطفت منظمة الشباب الثورية جوان شوريشقر خمسة أطفال دون سن الخامسة عشر وجابت عضوين من الشباب الثورية شخص اسمه مسيرو وشخص اسمه حمودي قعدوا مع بنتي جلسة مورلقة وتم إرشادها بشكل واضح كيفية الانتساب لما بنتي حكت لي قلت خلص أنا لازم أبطل بنتي بطلت بواحدة وعشرين الشهر كان صلى تقريبا أقل من عشرة أيام داومة بهذا المتكاز ستة وعشرين الشهر بنتي بتروح على المعهد اللي بتدرس فيه ومعهد رجعتها لبي طبعا أنا وأبوها جن جنونا ما عدديننا بال إلا من الرجل بنتنا قدمنا للمجالس المدنية للحكومة لهيئة المرأة لنا بالرقة لكاتب حماية الطفل كلها اللي موجودة بالرقة طبعا ما أحد استجاب تشكل المراكز الثقافية بوابة لإغراء الأطفال تمهيدا لتجنيدهم المباشر في الأشهر الأربعة الأولى تمتنع المنظمة عن إعطاء الأهالي أي معلومة عن أطفالهم لضمان بقاء الأطفال ضمن معسكرات تدريب تتوزع على جبال قنديم وأخرى شمال مدينة القامش لفيريك الحسك الشمالي هي الحرب أتاحت لداعش وهي التحرير الشام وغيرها من الفصائل المسلحة تجنيد أطفال سوريا تحت مسمى إيديولوجيا دينية اليوم تبرز قصد إلى الواجهة تجند أكثر من ألف طفل منذ تأسيسها مطلع 2015 في ظل صمت منظمات دولية ودول غربية داعمة لقصد التي تسعى لتغطية أفعالها باتفاقية بقيت لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه رضا الباشا حلب الميادين ويبقى معنا رضا الباشا لنفتح النقاش في هذا الملف تجنيد القاصرين رضا من قبل قصد إن كانوا ذكورا أم إناث هو ملف حاضر غائب بالضبط ما الذي يحمل في طياتها أيضا هل من جهات تتحرك على خط حله؟ نعم دينة هو حاضر لدى الأهالي الذين يسعون لإيصال الصوت طبعا من يتجرأ من الأهالي نحن نتحدث عن عشرات الأطفال يختطفون القليل جدا من الأهالي عندما نتحدث عن ما يقارب ألف طفل اختطفوا منذ تأسيس قصد إلى اليوم هؤلاء الذين تمكن أهاليهم من التواصل أو تجرأ أهاليهم من التواصل والقول بأن أطفالنا تم تجنيدهم ضمن قصد أو من قبل منظمة جوان شرشجار أو الشبيبة الثورية لذلك هذا الملف هو شائك جدا لا يوجد تحرك حتى من المنظمات الدولية يوم البارحة كنا نتحدث إلى أحدى موظفات المنظمات الدولية التي تعمل في منطقة شرق الفرات وأكدت بأنها أرسلت أكثر من مرة عدد تقارير للمنظمة التي تعمل معها وأنها لم تلقى أي استجابة لأسباب مختلفة المنظمات بعضها يخشى من أن تقوم قصد بردة فعل عنيفة لربما تجاه هذه المنظمات وتمنع عملها داخل المنطقة البعض يذهب من أجل السياسات التي تتبع لها هذه المنظمات بشكل أو بآخر والبعض الآخر يقول بأن هذه ليست مهمتنا وهذه مهمة منظمات أخرى ولكن بطبيعة الحال الجميع متفق بأن يتم التعتيم بشكل كامل على هذا الملف الذي يشكل خطر كبير جدا خاصة ونحن في منطقة عشائرية أي المختطفين من القاصرات تحديدا هؤلاء لا يمكنهم العودة إلى منازلهم لا يمكنهم العودة إلى ذويهم في ظل مجتمع عشائري ولا نتحدث فقط عن عشائر عربية وإنما أيضا العشائر الكردية أو العشائر الكلدانية نعم رضا وغيرها من العشائر هؤلاء الفتيات اللواتي يختطف لا يمكنهم العودة إلى منازلهم طبعا كطيبة صالح محلل الميدين الشؤون العربية والإسلامية نرحب بك كطيبة يطرح السؤال اليوم هل من خطاء مشروع أبعد وأعمق من موضوع تجنيد قاصرين من قبل قصد ومن خلفها داعميها كل التحية دينا لك والزملاء بطبيعة الحال بالتأكيد الإطار العام لهذا الموضوع هو أكبر بكثير من مشكلة الحاجة إلى مقاتلين إنجاز التعبير يعني من يعرف المنطقة جيدا وتابعها خلال العشرية الأخيرة يعرف أن كل المجموعات المسلحة التي مرت عليها جندت الأطفال ليس فقط داعش وليس فقط قصد وإنما تقريبا كل المجموعات المسلحة علينا أن نذكر أن عملية أدلجتهم إلى حد ما خاصة إذا ما كانوا مختطفين في هذا العمر الصغير هي أسهل بكثير وبالتالي حتى خلال التجربة الماضية خلال العشر سنوات الماضية كان أكثر المتشددين لربما هم من الأطفال التي تم اختطافهم أو تجنيدهم علينا أن تذكر أيضا أن داعش والكثير من من قانوا بعمليات انتحارية جندتهم داعش كانوا من الأطفال أذكر أحد الأطفال كان عمره عفوا 13 عاما فقط يعني الموضوع أكبر من فكرة إيران الحاجة إلى مقاتلين عملية أدلجة عملية اختطاف عملية تفريغ المنطقة من هذا المكون الأساسي والتثبيت فيها أيضا يرافقها بالنسبة لقصد عملية يمكن وصفها بأحياء الهويات الفردية لربما وبالتالي كل ما يقسم في هذه المنطقة كل ما يعطيها شرعية وختاما تستثمر قصد بشكل كبير جدا تحديدا في إطار الأموال تنفق الكثير من الأموال على هذه الفعاليات أيضا في مناطق تواجدها التي تقوم بأدلجة خاصة صغار العمر طيب الرضا اليوم نظمة أشبيب الثورية في قصد تقول أو تنفي عنها هذه التهمة وتقول بأنها تحمي هؤلاء الأطفال من مشاكل أسرية ومن أسرهم ومن العنف الأسري وبالتالي ما حقيقة هذا الموضوع دينا فيما يتعلق في هذا الأمر عملية تجنيد الأطفال تتم بثلاث طرق الطريقة الأولى هي الأطفال الذين يلجأون إلى منظمة الشريبة الثورية جراء العنف الأسري لربما الطريقة الثانية وهي الخطيرة فعلا هي المراكز الثقافية التي تقوم بأنشطة مختلفة تعمل على جذب الأطفال ومن ثم تجنيدهم من قبل بعض أفراد الشبيبة الثورية الذين يعملون على أدلجة أفكار هذه الأطفال خلال فترة زمنية معينة والطريقة الثالثة وهي خطيرة أيضا وهي عملية اختطاف الأطفال من أمام منازلهم يعني في القرى والبلدات الناشطة أو الموظفة الأممية التي كنا نتحدث معها يوم البارحة أكدت بأن غالبية عمليات الخطف تتم بالقرى والبلدات وهذا يدل بمكان أو بآخر على أن ما يتروج له الشبيبة الثورية بأن الأطفال هم الذين يلجأون إليها عارن عن الصحة على الأقل في جزء منه إذا استثنين مثلا الجزء الأول الأطفال الذين يلجأون إليها نتيجة للعنف الأسري طبعا هذا يعني بأن القسمين الثانيين من يتم تجنيدهم داخل المراكز الثقافية أو حتى يتم اختطافهم من أمام منازلهم هؤلاء يتم تجنيدهم بالإجبار وعملية اختطاف من الأدلجة لتوظف في مراحل لاحقة كما أشار الزميل القتيبة في أجندة وفي أماكن بعض الأماكن لربما تكون في جبال قنديل وبعضها من أجل مواجهة لربما بعض التيارات الكردية المناوئة لحزب العمال الكردستاني الحاكم في منطقة شرق الفورات أما الآن فإلى فقرة وثيقات اليوم في وثيقة اليوم أظهر تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام زيادة كبيرة في الانفاق العسكري لكل من قطر والسعودية خلال عام 2022 تكون الأعلى في الشرق الأوسط هذا التقرير ذكر أن دول الشرق الأوسط أنفقت 3.9% من ناتجها المحلي على الدفاع وأشار كذلك إلى أن السعودية تعد أكبر منفق في المنطقة والخامس في العالم حيث نمى انفاقها العسكري 16% عام 2022 في المقابل يشير هذا التقرير إلى أن الانفاق العسكري الإسرائيلي خفض للمرات الأولى منذ عام 2009 بسبب محاولات تقليص العجز في الميزانية وكذلك الأمر بالنسبة للانفاق العسكري التركي بسبب ارتفاع نسبة التضخم التقرير بينا ارتفاع معدل الانفاق العسكري لإيران بنسبة 4.6% وأضاف أن معدل انفاق الدول الأوروبية العسكري كان الأعلى في العالم نتيجة الحرب في أوكرانيا في ملفات التحليلية أيضا تأثيرات مواقع التواصل على صحة مستخدميها لا تزال موضع بحث دراسة جديدة تحدد بشكل أكبر ضرر هذه المواقع على الصحة العقلية وتحذر أن الجيل الزد هو الأكثر تضررا منها لا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل نافذة لكثيرين للانفتاح والتواصل مع العالم لكنها في الوقت نفسه تخفي جانبا مظلما يخيم على نفوس وصحة مستخدميها دراسة جديدة تدعم ما سبق وتم التواصل إليه بشأن أثرها السلبي وتشير إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تضر بالصحة العقلية ولسيما لدى أبناء الجيل زد الذين يقضون ساعات على شبكات التواصل أكثر من غيرهم ما يجعلهم عرضة للخطر بشكل أكبر الدراسة التي أجرها معهد ماكينزي للصحة واستطلعت أراء 42 ألف مشارك من 26 دولة قالت أن أبناء الجيل زد يميلون إلى الحديث عن مشاعرهم السلبية حيال الشبكات الاجتماعية أكثر من الأجيال الأخرى في المتوسط وهم جيل الألفية يتبعهم أبناء الجيل أكس وجيل طفرة الموليد وذلك وفقا لما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية الجيل زد يضم الموليد بين عامي 96 و2012 وقد وجدت الدراسة أن تصنيف أبناء هذا الجيل بالنسبة إلى الأبعاد الأربعة للصحة العقلية والجسدية والاجتماعية والروحية هي الأسوأ بين كل الفئات يرجع بعض العلماء السبب إلى أنه خلال هذا الوقت من التطور يكون الدماغ عرضة بشكل خاص للتأثيرات الخارجية إذ يكون في طور النمو والتغير فيما تعرض وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين باستمرار صوراً اصطناعية للكمال ما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الكفاءة والوحدة والاكتئاب وبينما يحمل كل منتج ضار تقريباً ملصقة تحذير هذه الأيام من السجائر إلى المواد الغذائية المصنعة لا توجد مثل هذه التحذيرات في التقنيات الحديثة على رغم أن البعض يجادل بضرورة وجودها ونفتح نقاش من جديد مع قطيبة الصالح قطيبة اليوم هي أبرز وأخطر انعكاسات استخدام وقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل على الجيل زد تحديداً يعني كل التحية مجدداً دينا بطبيعة الحال وسائل التواصل الاجتماعي هي جزء من انعكاس العصر الجديد العصر التكنولوجي هذا العصر الحديث في حياة دينا جدء من حضوره هي وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي الأمر أو التأثير أو السلبيات لا تتعلق بها في ذاتها وإنما تتعلق بطريقة استخدامها نتحدث هنا تحديداً عن ما يسمى الاستخدام السلبي بمعنى الاستخدام من أجل الاستخدام وهو ما يمكن أن يختصر بفكرة التمرير يعني التمرير فقط وأن يقوم الشخص بمتابعة الفيديوهات أو مواد غيرها فقط لأجل المتابعة عندما ينتقل الأمر للجيل زد يصبح هذا الأثر سلبياً بشكل كبير نظراً لارتباط الجيل زد بهذا النوع من التطبيقات أو التكنولوجيا ونظراً لنظرته إليها بمعنى كيف يعتقد بها وكيف يفكر بها إلى حد كبير دعينا نتحدث عن الكثير حقيقة من الجوانب السلبية التي يمكن تأثر على الجيل زد نتيجة طريقة الاستخدام هذا نتحدث عن مشاكل في السلوك عن ارتفاع معدلات الإحباط والاكتئاب نتحدث عن ارتفاع نسبي في الميول الانتحارية نتحدث بشكل أساسي ومهم وهو الجانب الأكثر أهمية عن مشاعر عدم تقدير الذات تحدث التقرير عن فكرة المتابعة وفكرة الصورة المصطنعة للكمال وهو ما بتعرف أيضاً في هذا الجزء من التكنولوجيا أو العوالم الافتراضية بثقافة المقارنة التي تولد بشكل كبير مشاعر من عدم احتضار الذات أو عدم تقدير الذات أيضاً مشكلة في التواصل بمعنى أن هذه المنصات خلقت نوع من الاتصال أكثر سرعة وأكثر كفاءة لكنها عندما يتعلق الأمر بالجيل Z تأخذ جانباً بديلاً عن التواصل البشري التقليدي الطبيعي طيب وبالتالي قاسم عز الدين ما هي الحصيلة الصافية بين إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني المخاطر والأضرار هي بحجم الفوائد والإمكانيات المتاحة للتنمية البشرية والتطور البشري إن لم يكن أخطر أنا أعتقد أن التهديدات قد تكون أخطر على ليس فقط الصحة العقلية بل على الوجود البشري الإنسان البشري ككل والسؤال المطروح هل استخدام الآلة والتقنيات هي لخدمة الإنسان والوجود البشري أم للعبودية العبودية الإنسان البشري للآلة والتقنيات هذا السؤال ليس فلسفي إنما أصبح حياتي وأصبح كل يوم يعني نراه في العائلة بالتواصل والعلاقات بين الشباب وأنفسهم وبين الشباب والأقل شبابا انفقدت وانقطعت تقريبا كل هذه الصلاة المباشرة وأصبحت تمر عبر الآلة إضافة إلى ذلك والأخطر من ذلك أنه عادة تأخذ هذه التقنيات وكأنها حقيقة مجردة علمية مجردة ليس لها أصحاب وليس لها وراءها مصالح وغيات ضيقة وليس لوراءها توجيات على العكس من الواقع بنهاية المطاف أصحابها ومن يمتلكونها ويقررون لهم مصالح وغيات خاصة وهم يستعملون الناس كسلعة للاستهلاك ويحثون على الاستهلاك هذه المسألة الخطيرة التي يتعرض لها الإنسان حاليا وقد يكون في المستقبل أكبر طيب قطيبة اليوم إذا كان هذا الجيل الجيلزات سيدخل مجال العمل بعد فترة أيضا سيكون أو ستكون القيادة بينهدا هل لدينا تصور عن كيفية أو كيف سيكون شكل القيادة ومجالات العمل بعد فترة وأيضا أمام هذه المحاذير هل يطرح أي بديل أو أي حل هناك بالفعل دراسات كثيرة بدأت بالصدور الآن تحذر من فكرة المستقبل تحذر من فكرة طبيعة علاقة العمل والقيادة بالجيل زيد اختصارا دعينا أبدأ من الشق الثاني السؤال فكرة البدائل والحلول تختصر فيه فكرة تقليل الوقت بموضوع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التواصل الاجتماعي وأعطاء فرصة أكبر للتواصل الحقيقي الواقعي القناعة أو بث القناعة لدى هذا الجيل بأن التواصل الاجتماعي ليس بديلا عن الواقع الحقيقي وهناك حملات الآن بمعنى مثلا حملة اسمها أطفئ هاتفك بمعنى الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي لربما أو الهاتف لمدة ثلاث ساعات في اليوم وكانت جزء من تجربة اجتماعية في هذا العطار علاقة العمل والقيادة بالجيل Z هو بالفعل كما ذكرنا دراسات كثيرة خاصة بسبب طبيعة الخصائص التي يمتلكها جيل Z الخصائص الخاصة وبالتحديد قابليته للتمرد وأيضا ما يعرف بات بعنوان العام فكرة الكسل ولأنه الأقر رغبة في العمل التقليدي والأكثر رغبة فيما يوصل بسرعة إلى الاكتفاء المادي على الأقل بمعنى فكرة المشاريع والأفكار المتجددة والأفكار الكذا ولكن علاقته بالعمل بشكل عام ليست علاقة جيدة وختاما أريد أن أقول فقط الخطورة التي تكمن الآن أنه هو الجيل الأكثر اغترابا عن الأجيال التي سبقت ولكنه في نفس الوقت حلقت الوصل مع الأجيال التالية وبالتالي كلما ابتعد عن قيم المجتمع التي سبقت كلما كانت الأجيال في المستقبل بعيدة جدا وغريبة عن المجتمع إذن قطيبة الصالح قاسم عز الدين واريد الباشا شكرا جزيلا لكم فاصل قصير مشاهدينا نحلل بعضه قضية اليوم إبكومان أزمة المصارف الأمريكية مفتوحة فبعد وادي سيليكون انهارت السهم فرست ريبوبليك وتعمل السلطات الأمريكية المعنية على بيعه رأس جبل الجليد مستمر في الذوبان والسؤال الذي يواجه الاقتصاد هو إلى أي مدى سيبلغ سوء الاضطرابات المصرفية وهل ستنتشر هذه الاضطرابات إلى خارج قطاع البنوك لم تتوقف حتى الآن ارتدادات انهيار بنك وادي السيليكون وما رافقه من اضطرابات الواضح أن البنك المذكور لم يكن استبب في المرض بل كان أحد أعراضه بحسب وولستريت الجورنال وهناك قوى أعمق تؤثر في النظام المالي والاقتصادي أمس جاء دور مصرف فيرست ريبوبليك فانهارت أسهمه بشكل دراماتيكي حيث يتوقع بأن تضع الوكالة الفيدرالية للتأمين على الودائع يدها عليه وتعرضه للبيع وفق ما ورد في تقرير سي أن أن حلقات سلسلة انهيار بنوك أمريكية مترابطة وفي التفسير أن مصارف كثيرة تملك سندات تم تخفيض قيمتها وبالتالي فأن إجمالية ديون المستحقة على الحكومات والشركات والأسر ارتفع بنسبة 90% إلى 68 تريليون دولار منذ نهاية عام 2009 وفقا لمجلس الاحتياط الفيدرالي الواقع الاقتصادي يقول أن تلك السندات والقروض تساوي أقل بكثير مما كانت عليه عندما أصدرت ويجب على شخص ما أن يتحمل تلك الخسائر صحيفة وولستريت جورنال تطرح السؤال الأكبر الذي يواجه الاقتصاد وهو إلى أي مدى سيبلغ سوء الاضطرابات المصرفية وهل ستنتشر هذه الاضطرابات خارج قطاع البنوك؟ والإجابة هي أن البنوك تعد أكثر الجهات المدينة وضوحا ولكنها عموما تتحمل من الديون قدر ما تتحمل صناديق المعاشات التقاعدية والصناديق المشتركة وصناديق الاعتمان الخاصة وشركات التأمين على الحياة وشركات تطوير الأعمال أو كما يطلق عليها أحيانا بنوك الظل التي يحوم حولها شبح الأزمة التي إن وصلت إليها ستتحول إلى كارثة ونفتح النقاش مع محلل الميادين الشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان ورحبك منذر اليوم يطرح السؤال بشكل جدي لماذا فشلت إجراءات وزارة الخزانة والاحتياطي الأمريكي الفدرالي طبعا في إنقاذ بونك فيرست ريبوبليك حتى الساعة كان هناك تعويل على إجراءات داخلية من قبل البنك وأيضا إجراءات خارجية تتعلق بمجموعة بنوك إقناعها بضخ مليارات الدولارات على الصعيد ضخ مليارات الدولارات بالفعل تم ضخ حوالي 30 مليار دولار من قبل 11 بنك للمساعدة في السيولة لهذا البنك خاصة أنه هذا يعتبر بنك الأثرياء بنك ريبوبليك معظم الأثرياء هم الذين لديهم وداع في هذا البنك وهذا يدل على أن فقط الأثرياء في النظام المصري في مهتزة الإجراءات الداخلية كانت بتقليص النفقات تقليص نفقات تعويض على المسؤولين التنفيذيين محاولة إغلاق العديد من الفروع أو المكاتب الخلفية للبنك أيضا محاولة أيضا السعي للقول بأن هناك سيتم قريبا تخفيض 20 إلى 25% من الموظفين كان الاعتقاد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إظهار نوع من السقب البنك واستمراره ولكن من الواضح أن هذه الإجراءات فشلت وبالتالي هذا التعويل من قبل وزارة الخزانة والبنك الاحتياطي الفدرالي لم يصل إلى النتائج المتوخد وتهدد الوضع الآن بأن ثالث بنك رئيسي في الولايات المتحدة مهدد بالإفلاس موسى عاصي محلل الميدين الشؤون الأوروبية والدولية نرحب بك موسى اليوم هل ارتفاع أسعار الفائدة وتدعيات ذلك على الديون الأمريكية وعلى المدعين تاليا سبب وحيد لانهيار هذه البنوك الأمريكية وأيضا الخطر الذي يهدد مصارف غربية أخرى يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة هو الواجهة أو هو الجزء الظاهر من المشكلة الأساسية ومحاولة الدول الغربية حصر الأسباب الخطر المالي التي يمر بها اليوم هي محاولة لإنكار الأسباب الحقيقية للأزمة التي تمر بها المصارف والأسباب الحقيقية هي كالتالي أولا ارتفاع مستوى الفوائد في الدول الغربية جاء نتيجة أو قرار من المصارف المركزية لمواجهة التضخم والتضخم أتى من ارتفاع الأسعار ولسيما أسعار الطاقة الناتجة أيضا عن الحرب في أوكرانيا وهذه الأسباب الحقيقية للأزمة المالية وليس الفائدة محاولة الإنكار هذه تأتي لعدم الحديث بشكل واضح ومباشر من قبل الدول الغربية عن الأسباب الحقيقية من شيء الثاني هناك حالة إيهام الرأي العام في الدول الغربية بأن المسألة مسألة فائدة وبالتالي عندما نتحدث عن مسألة الفائدة يمكن أن تتخذ الدول الغربية بعض الإجراءات المالية وينتهى الأمر ولكن الذهاب للحديث بشكل صريح جدا عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة سيضع الرأي العام في الدول الغربية في مكان يعني يشعر فيه بالغضب لأن الأزمة التي يمر بها اليوم أو تمر بها المصارف الغربية اليوم هي ليست أزمة طارية إنما هي أزمة ستطول وإذا أضفنا إلى هذه المجموعة من الأزمات التي أدت بانهيار بعض المصارف الغربية المسألة الذي نتابعه اليوم لإيجاد بديل أو نظام مالي بديل أو موازن للنظام العالمي الأممال الحالي الذي تسيطر عليه الدول الغربية نصبح في مكان أخطر بكثير بالنسبة للدول الغربية لماذا؟ لأننا سنذهب إلى أزمة لا يمكن أن تحل باتخاذ المصارف المركزية إجراءات مالية معددة أو الحكومات الغربية باتخاذ بعض الأجراءات لمواجهة التضخم والفوائد سليم بوزيدي محلل الميدين الشؤون الإقليمية والثقافية نرحبك سليم اليوم الجزائر وكما دول عربية أخرى اتخذت إجراءات لحماية منظومتها البنكية واقتصادها هذه الإجراءات تكفي؟ تحياتي دينا ولي الزملاء الأعزاء بداية يجب أن نوضح على الأقل بالنسبة للجزائر طبعا كل الدول العربية بما فيها الدول في الجنوب تعمل على حماية نفسها من هذا الهزات الدراماتيكية الكبرى في ما يتعلق أولا بالموضوع الأزمات البنكية وأيضا قبلها موضوع التضخم وارتفاع أسعار السلع في الخارج لكن تحديدا بالنسبة للجزائر والتي أعلنت منذ يومين عن حزمة من الإجراءات تتعلق بجهة ترفع الاحتياط الإجباري للسيول للبنوك العموية الجزائرية من 1% إلى 3% هذا الإجراء هو بالحق ليس مرتبط بشكل مباشر بموضوع الأزمة البنكية فيما يتعلق بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى البنوك الأوروبي وإنما هو مرتبط بأزمة داخلية جزائرية نذكر دينا أنه في سنة 2013 و2014 عندما انهارت أسعار البترول تراجعت مدخيل الجزائر من العملة الصعبة لاحقا دخلت الجزائر في أزمة اقتصادية ومالية حادة نعم وصلت إلى مستويات قياسية سنة 2019 و2020 مما دفعها للعجز حتى عن الموازنة العامة ذهبت الحكومة بوقتها إلى إجراء الاستدانة الداخلية عوض الاستدانة الخارجية وهو استدانة من البنوك العمومية وخفضت الاحتياط الإجباري من 10% إلى حوالي 1% وهي الآن تعود لرفع هذه النسبة طيب منذر هل ستنجح الوكالة الفدرالية للتأمين على الودائع في إيجاد عروض لشراء أسهم بانك فيرست ريبوبليك المشكلة التي يواجهها هذا البنك أن القيمة السوقية له انخفض إلى 635 مليون دولار بعد أن كانت 40 مليار دولار إذن صحيح أن البنوك الأخرى تنظر وخاصة بعد أن ضخط يعني 30 مليار دولار تنظر إلى كيفية تحقيق أرباحها بمعنى أن تستطيع أن تأخذ من الأصول بخسائر أكبر بالنسبة لهذا البنك كونه تحت الحراسة القضائية لهذه الوكالة وكالة تأمين الفدرالية وبالتالي المفاوضات جارية وهناك سباق محموم الآن لإيجاد حل اليوم لأنه إذا افتتحت أسواق البورسة غدا ولم يتم إرسال إشارة بالتوصل إلى حلول مع بعض البنوك لشراء الأصول بشكل جزئي كل بنك يجد من الأصول التي تم تقديم المعلومات عنها بما يرضيه لتخفيف الأعباء عنه أو المخاطر سيكون هناك مشكلة كبرى لأنه إذا لم يتوصل يتم التوفق على حل ستكون فعلا الانهيار أشمل بمعنى سيصبح سهم هذا البنك بمسابة صفر إذن المساعي الجارية وقد يعود الأمر إلى هذه البنوك الكبرى الأساسية مثل جيز بانك وغيره الذين سيستطيعون اختيار وانتقاء الأجزاء من الأصول التي يمكن شراءها والتي ستؤدي إلى أرباح لهم بدل أن يكون هناك تحمل خسارات إضافية لكن موسى من سيليكون فالي إلى فرست ريبابليك هل نحن أمام سلسلة انهيارات للمصارف الغربية وفي هذه الحالة وكما كنت تتحدث على أن هناك أسباب أخرى غير ارتفاع الفائدة وراء هذه الأزمة إلى أين من الممكن أن تصل يعني عندما نتحدث عن الأسباب الحقيقية لمسألة انهيارات المصارف أو بعض المصارف الغربية كما ذكرنا قبل قليل انعكاسات الحرب الأوكرانية وتداعيات العقوبات الروسية على روسيا وأيضا كما تحدثنا عن مسألة قيام أو محاولة قيام نظام مالي موازي للنظام المالي الغربي الحالي من نظام مجموعة البريكس فأن انهيار المصارف في الدول الغربية سيكون بلا كوابح اليوم نتحدث عن فرست إذن هذه المسألة هي في أزمة مستمرة ومتوازية هناك طبعا حالة من إنكار وجود هذه المسألة من قبل الدول الغربية والمعالجات التي تضع الدول الغربية اليوم هي معالجات تنطبق على العقود الماضية عقود ما قبل الحرب في أوكرانيا أي أنها تضع رفع الفوائد خفض الفوائد رفع الضرائب أو تقديمات اجتماعية وخفض كان يمكن معالجة الأمر أو ارتفاع مستوى الفوائد أو مستوى التضخم في العقود الماضية أما اليوم فنحن أمام منعطف تاريخ في النظام المالي واصرار الدول التي تلتقي مع دول البريكس على التخلص من العملة الأمريكية كعملة مسائطرة على الاقتصاد العالمي سيعمق من أزمة الدول الغربية المالية وبالتالي سليم هل أزمة البنوك هي تهديد الاقتصادي الوحيد للدول العربية ودول الجنوب ماذا عن الدولار كما ذكر الزميل موسى عاصي أيضا ماذا عن موضوع التضخم دينا هنا يجب أن نقسم المنطقة العربية ودول الجنوب بشكل عام إلى ثلاث طبقات أولا طبقة الأولى وهي دول القوية والتي لديها من وسائل القوة المالية والمصرفية والاقتصادية مما تحمي اقتصادها أو على الأقل تكون في منأة من أزمات حادة وطبقة ثانية وهي دول دول قوية وهنا يمكن أن نضع الجزائر كنموذج دول قوية لكن لديها ميزة في الحقيقة كانت عيب اقتصادي في السابق لكنها تحول إلى ميزة الآن وهو دول مغلقة نسبيا ومنظومتها المالية والمصرفية ليست منخلطة بشكل بل تكد غير منخلطة تماما في السوق المالية العالمية وبالتالي لا تستفيد من المزايا لكنها محمية من الهزة ودول طبقة ثالثة فيها الأردن تونس المغرب وحتى لبنان هذه الدول للأسف الشديد معارضة لهزات كبيرة لكن في تقدير دينا أن موضوع الدولار يجب أن نفحصه بشكل أعمق صحيح أن التحرم من الدولار كعملة جيوسياسية فرضت بها الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها اقتصاد العالم وبالتالي حتى القرار السياسي هو رغبة ثقافية وسياسية وأيديولوجية لكن لنأسف الشديد يجب أن نعترف أن الدولار لازال هو العملة المسيطرة والأساسية في كبرى اقتصديات في المنطقة وبالتالي أي هزة كبرى فيما يتعلق بعملة الدولار سيؤثر على اقتصديات الدول وبالتالي حماية الدولار في هذه المرحلة على الأقل في المدى القصير والمتوسط سيكون هدف بالنسبة للدول سواء في المنطقة العربية وربما حتى للمصادفة حتى بالنسبة للصين الصين ليست معنية الآن بإحداث اختراق كبير في تهاوي الدولار لأن جزء من تعاملها الاقتصادي هو من مصلحتها أن يبقى الدولار مرتفع لتنخفض الصلاع الصينية وبالتالي تبقى سوق الأمريكية سوق مهم للصين في هذا المعنى أن موضوع الدولار هو تهديد فيما على الأقل في المدى البعيد وليس المتوسط والقصير منذر هل ستواجه بنوك أمريكية أخرى انهيارات أو أزمات انهيار مشابهة وأيضا يطرح السؤال هنا عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي ما بعد هذه الأزمات الاقتصاد الأمريكي مهدد وسبب في ذلك عدة عوامل طبعا عامل التضخم عامل إمكانية الانكماش الاقتصادي وفي نفس الوقت عدم وجود ثقة الآن خاصة بعد هذا الانهيار الثالث لبنك رئيسي هناك من إحصاءات رسمية بأنه 185 بنك مهددين في الولايات المتحدة بشكل أو بآخر بحدوث أزمات له والمعروف أنه في السنوات الأخيرة الثلاثة على الأقل هناك شيء غير معلن بأنه هناك إفلاس لحوالي 25 بنك يعني ليس بنك رئيسي فإذن هذه الأجواء عدم الثقة في ما يمكن أن يحصل بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي المهدد بالانكماش والركود يرسل إشارة كبيرة بإمكانية حدوث أزمة ويمكن أن يكون البنوك التي تعتمد على القروض الأقارية بشكل أساسي كانت تجارية التي تصل إلى حدود 3 مليارات عفوا 3 تريليون والعقود أو القروض السكنية تصل إلى 300 مليار دولار هذه أيضا تذكرنا بالورم الذي حصل في أزمة الورم العقاري في العقود في القروض العقارية التي حصلت والإفلاس الذي جرى في عام أزمة عام 2008 لا يزال الوضع مرشحا في الولايات المتحدة رغم التطمينات التي تحاول إطلاقها الإدارة ولكن لا يساعد هذه التطمينات استمرار أزمة داخلية بعدم الوصول إلى الاتفاق على رفع سقف الدين العام موسى أيضا يطرح السؤال بشكل كبير عن عكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد أو القطاع المصري في الغربي بداية ومن ثم الاقتصاد الغربي بشكل عام نعم سأنطلق بالإجابة على هذا السؤال مما حصل في فرنسا قبل أيام عندما صنفت وكالة فتش صنفت وضع فرنسا الاعتمالي ب A A مينس مكان A A وهذا مسألة أو إشارة خطيرة بالنسبة الاقتصاد الفرنسي هذا من جهة بأن فرنسا باتت في دائرة عدم القدرة على سداد ليس على سداد الديون التي تصل إلى 3000 مليار يورو إنما على سداد خدمة الديون السنوية التي تقدر ب300 مليار يورو هذا يعني أيضا أنه إذا أرادت فرنسا أن تستدين من جديد وهي قررت أن تستدين 270 مليار يورو للعام 2023 فأنها بسبب وجودها في هذا التصديف ستستدين بفوائد أعلى وإذا أضفنا إلى هذه الفوائد الفوائد التي ارتفعت من قبل البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية خلال الفترة الماضية فأن الفوائد ستصل إلى شكل مرتفع جدا بالنسبة لفرنسا هذا يعني أيضا بالمقابل بأن فرنسا من أجل أن تكون صالحة بالنسبة للاكتصاد الأوروبي أو المعايير الأوروبية عليها خفض الدين العام وهي تتجه في هذا الإطار كما أعلنت الحكومة قبل يومين فقط إلى إزالة مجموعة من المساعدات لذوي الداخل المحدود والتي تقدر بعشرات المليارات هذا الوضع لا ينطبق فقط على فرنسا إنما ينطبق على معظم الدول الأوروبية التي تعاني من التضخم هذا يعني بأن السياسة المالية المتبعة وتدعياتها ستكون مباشرة على المواطنين خصوصا إذا مقررت هذه الحكومات تخفيض أو رفع مستوى الدعم للطبقات الفقيرة سليم المالية والاقتصادية الحادة التي تعصف بالدول الغربية باب أو مدخل أو فرصة لدول الجنوب والدول العربية لإيجاد بداء اقتصادية أو خيارات اقتصادية أخرى ماذا عن بريكس مثلا؟ نعم دينا بالرصد المؤشرات على الأقل التحولات التي حدثت في الأشهر الأخيرة والتحديدة مثل دول وازنة مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية سواء على مستوى التحول السياسي أو حتى الاقتصادي وأيضا برصد ما يحدث على مستوى منظمة البريكس نعلم الآن دينا أنه في أجوان الداخل أو القادم هناك اجتماع على مستوى وزاراء خارجية منظمة البريكس في جنوب إفريقيا هذا الاجتماع هو لتحضير أجندة القمة قمة البريكس في أغسطس في جنوب إفريقيا هذه القمة الآن تلقت بشكل رسمي 13 طلبا من دول للانضمام لمنظمة البريكس نعلم أيضا أن دول مثل العربية السعودية أو الجزائر حصلت على ما يشبه الموافقة على الأقل للحصول على صفة مراقب في منظمة البريكس لاحقا لتصل إلى صفة العضو الكامل وبالتالي إذا ما نظرنا إلى أن منظمة البريكس ولأول مرة منذ 1945 رقم أعمال البريكس تجاوز رقم أعمال منظمة سبع الكبار في اقتصاديات العالمية وبالتالي نحن أمام تحول كبير وفرصة كبيرة لكن سيبقى هناك تحدي أمام منظمة البريكس ودول الجنوب وهو تجاوز مرحلة انفجار الفقاعة الرأسمالية ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو في الحقيقة أن كانت هناك عملية تضخم وفقاعة مالية غير حقيقية لنتاج على سيطرة الاقتصاد العالمي انفجار هذه الفقاعة سيكون له تدعيات إدارة هذه الأزمة هو التحدي الأكبر لكم الشكر الكبير لكم مشاهدين على طيب المتابعة هذه التحليلية انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة